شارك معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النايب الاول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في سلسلة الاجتماعات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية في المناطق الخمس للقارة الاسيوية وذلك عبر تقنية الاتصال المرعي بحضور السيد جياني انفنتينو رئيس الفيفا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بمنظومة اللعبة واشاد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة بمبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تفسح المجال للحوار المباشر والفعال بين الاتحادين الدولي والاسيوي واركان كرة القدم في القارة الاسيوية منوها بالتفاعل الاجابي الذي ابدته الاتحادات الوطنية في تلك الاجتماعات وما طرحته من افكار ومقترحات تخدم تطلعات التطور المنشود للعبة في مختلف المجالات واشدد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة على همية تكاتف اسرة الكرة الاسيوية في الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في سبيل تجاوز تداعيات الجائحة على مسيرة الكرة الاسيوية واستعرض رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم خلال الاجتماعات جهود الاتحاد القاري في دعم الاتحادات الوطنية على امتداد الشهور الماضية بالاضافة الى مساعيه الرامية الى السناف المسابقات الاسيوية وفق تدابير دقيقة تراعي متطلبات المرحلة الحالية ودعا معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الاتحادات الوطنية الاسيوية الى ضرورة الاستثمار الامثل لاشكال الدعم لمختلف الاتحادين الاسيوي والدولي بما انعكسوا بصورة هجابية على مختلف مكونات اللعبة في دول القارة الاسيوية اشتركوا في القناة